السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم اليوم جئتكم بوصفة هي طبيعية لعلاج أطار الشمس كذلك لإزالة حروق الشمس نعلم أننا نحن في فترة الصيف والشمس تكون حارقة مما يؤدي إلى اسمرار البشرة كذلك يؤدي إلى تصبغات وبقعدة كناب البشرة فضلا منكم أحبائي إذا كنتم أول مرة تزورون قناتي على اليوتيوب لا تنسوا الاشتراك وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فور نزولها ولكم مني دائما جزيل الشكر فوصفة اليوم هي لجميع أنواع البشرة سوف تناسبكم مهما كانت نوع بشرتكم حتى لو كانت حساسة فهذا الماسك جد رائح وممتاز أنا جد متأكدة أنه سوف ينال إعجابكم إذن في الوصفة كما ترون سنحتاج هنا إلى ملعقة صغيرة تقريبا من الضقيق الأبيض أو الطحين الذي نستعمله في صنع الحلويات والمخبوزات كذلك سوف نحتاج إلى ملعقة من الزبادي أي الياقورت الطبيعي الذي هو بدون سكر وبدون نكهة فهو ممتاز في التفتيح وتبيض البشرة ثم نضيف هنا بضع قطرات من ماء الورد ثم نمزج ونقلب الخليط حتى نحصل على مزيج متجانس يكون بهذا الشكل فهذا الماسك يطبق على بشرة الوجه والرقبة وكذلك ممكن استعماله لتبيض وتفتيح اليدين والقدمين يعني لأي منطقة معرضة للشمس كما يمكنكم استعمال هذا الماسك كل يوم لأنه آمن ومناسب لجميع أنواع البشرة فالدقيق يلعب دور مهم في إزالة أثار الشمس كذلك مفتح ممتاز للبشرة والزبادي أيضا بالإضافة إلى أنه مبيض ومرطب للبشرة كذلك يلعب دور مهم في إزالة التجاعد تطبق هذه الوصفة على البشرة مدة 20 دقيقة أو نصف ساعة يعني حتى نلاحظ أن الماسك بدأ يجف بعد ذلك نقوم بغسله بالماء الفاتر أي الماء الدافئ ثم الماء البارد هنا الماء البارد في الأخير لسد المسامات وحماية البشرة من التراهلات فإذا أردتم أن يعطيكم هذا الماسك النتائج في أسرع وقت يمكنكم عمل تقشير للبشرة مرتين في الأسبوع إذن كما رأيتم وصفة سهلة طبيعية آمنة أتمنى أن تجربوها وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة ولكم مني دائما جزيل الشكر نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة وادمتم في أمان الله اشتركوا في القناة